وللمتابعة ينضم إلينا هاتفياً الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام أستاذ جميل يعني من ضلط الحماية الاجتماعية لا شك أنها تطال الجميع خصوصاً الفئات الأولى بالرعاية من وجهة نظرك كيف ترى الإجراءات التي تتخذت لاحتواء الأزمة الاقتصادية حتى الآن؟ هو طبعاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي نشتناها في الوقت الحالي ومن قبلها طبعاً أزمة كورونا كان هناك العديد من القرارات التي اتخذتها الدولة لتخفيف العبء على المواطنين يعني نشوف نواة أزمة كورونا كان هناك العديد من المبادرات طبعاً أهمها طبعاً العاملين المؤقتين في أماكن كثيرة تم دعمهم بمبالغ مالية وأيضاً على الجانب الآخر زيادة المعاشات في الوقت الحالي وزيادة أيضاً مرتبات الحد الأبنى للجدور والزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كل دي من أجل الرفع المعاناة عن المواطنين المصرية العمل على تسهيل كل الأمور في ظل طبعاً الأزمة الاقتصادية الحالية ومن قبلها طبعاً أزمة كورونا هناك العديد من المبادرات نفذتها الدولة وهناك أيضاً العديد من القرارات التي اتخذتها الدولة في هذا الدكار كلها الهدف منها رفع المعاناة عن المواطنين المصرية في ظل طبعاً الأزمة الاقتصادية العالمية نعم طيب بالأرقام انفاق الدولة 490 مليار جنيه في برامج الحماية الاجتماعية للعام المالي الحالي علام يدول هذا الرقم مقارنة بالأعوام الماضية لا هو طبعاً ما يدل على أن الدولة بتقف وبتزيد من دعمها للمواطن المصري في الوقت الحالي بتعمل على زي ما بقول للحضرتك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية اللي بيمر بها العالم في الوقت الحالي الدولة المصرية بتقف بجانب المواطن المصري بتسعى إلى تقديم كل الدعم له الدعم المادي والدعم المعنوي أيضاً والدعم في كل المجالات في الوقت الحالي مع توفير أيضاً العمل على توفير فرص عمل في المشروعات القومية القبرى للشباب في الوقت الحالي أيضاً كل هذا في ظل الحماية الاجتماعية أيضاً مبادرة حياة كريمة وما تقدمه مبادرة حياة كريمة للمواطنين في كل المحافظات المصرية لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري كل هذا طبعاً ما نرى في الريف المصري وما يقدم في الريف المصري ومحول خلق فرص عمل وخلق أيضاً مصانع جديدة ومشروعات صغيرة للمواطنين شوفنا العديد من المبادرات شوفنا مبادرة إبدأ أيضاً من أجل البدء في إنشاء المصانع والعمل على اكتشاف المواهب في القرى وريف المصري من أجل طبعاً العمل على هذه المواهب إنه يتم تسهيل العمل ليهم والبدء في إنشاء مشروعات صغيرة وإنهم يستفيدوا من مواهبهم في عمليات التجارة كل ده هيزيد من دخلهم إذن الدولة على كافة المستويات من خلال الدعم المادي العيني ومن خلال أيضاً الدعم المش مباشر اللي هو من أجل خلق فرص عمل وتوفير فرص عمل للمواطنين في الوقت الحالي أشكر جزيلاً الأستاذ جامل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام